السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مستر رضا البيوم من كناهات انجليز اولاين اهلا بكم حبيبي اطال الصف الثالث الاعداد في فيديو النهاردة بإذن الله هقدم لكم شرح مبسط جدا لدروس الجرامر الخاصة بيونت ايت. هنشرح كل القواعد الخاصة بالوحدة الثامنة بالكامل. ودروس النهاردة بدنا نقسم الى تلات دروس. الجزء الاولان من الفيديو هنشرح فيه قاعدة في الحالة الاولى. والجزء اللي بعده هنشرح فيه الافعال اللي بتتبع بيه فعلي في والافعال اللي بيجي بعدها والمصدر. وفي الاخر خالص هنشرح مجموعة الرابط اللي عندنا فيه اليونت. سواء بقى الرابط التناقض او الرابط اللي بتدي السبب او الرابط اللي بيجي بعدها النتيجة. وما تنساش تتبع الفيديو الاخر لان في اخر الفيديو بنحل مجموعة مهمة جدا جدا من الشرح اللي جات في متحانات السنة اللي فاتت. وابتبقى طبعا اسئلة متوقعة من جيها في المتحان لاخر العام ان شاء الله. فتابعنا الاخر كده وتستفيد استفادة كبيرة جدا ما تنساش بقى تتفاعل مع الفيديو باللايك وتعليق. والشترك مجانا في قناتنا وتفعل زر الجرس. ولو عندك السلسل بقصة اي حاجة علق بتعليق هتنقيني برد عليك على طول. يلا بنا كده نبدأ ونشوف اول درس معنا وهو الحالة الاولى من قاعدة اف. طبعا الحالة الاولى من قاعدة اف انا ممكن استبدلها بي ون. يبقى ممكن استخدم في الجملة اف او ممكن استخدم استخدم فيها ون. الاتنين زي بعض. ما فيش اي مشكلة ولا في اي اختلاف. طيب الاول كده انا عاوز اعرف انا باستخدم الحالة الاولى من قاعدة اف ايه? اول حاجة كده الحالة الاولى دي باستخدمها وصف بوصف بيها شيء احتمال حدوثه مستقبلا. يبقى انت بتستردمها عشان توصف حاجة احتمال انها تحصل اه بكرة بعده بعد سنة بعد سنتين يعني بتوصف حاجة احتمال انها تحصل في المستقبل. طيب مطلوب انك فاقي بقى مطلوب ان انت تعرف تستردمها بتكوين جملة مثبتة منفية وفي السؤال. اوضح لك كل ده بمنتهى البساطة. اول حاجة كده في الجملة الايه? المثبتة او المنفية. يبقى اول حاجة عندنا الاثبات والنفي. فعلى كده نشوف هيبقى تكوينها عامل ازاي في الجملة المنفية والمثبتة. طبعا احنا عارفين ان قاعدة اف ممكن تيجي في الاول او في النص. فخلينا كده في شرحها لما بتيجي فين في اول الجملة. سواء كانت اف او وين زي ما قلنا الاتنين زيابعض. سواء دي او دي اللي اتنين بيجي بعدها جملتين. بيجي بعدهم جملتين. لازم انت بعرف تكوين كل جملة. ويهي? لو حطيت الرابط دي في الاول. احط بين الجملتين القامة. طيب تعالك هنشوف تكوين الجملة اللي هتبقى جاية بعد اف او وين على طول. بيبقى زمنها ايه? الاول بيبقى تكوينها فاعل. وبعد كده مضارع بسيط. زمن الجملة هيكون مضارع بسيط. اللي هو وبعد كده تكوين او باقي الجملة. الكلام اللي هيجي بعد الفعل. طيب الجملة التانية هيبقى تكونها ايه? الجملة التانية بيبقى ان احنا بنتكلم عن شيء احتمال يحصل في المستقبل هيبقى هيبقى زمانها مستقبل. يبقى هنا هاستخدم حاجة من اتنين. ياما استخدم ويل ياما استخدم النفي بتاعها اللي هو ايه وانت. طيب. ويل طبعا احنا عارفين اللي لها شكل اختصار. ممكن استخدمها كده او اختصارها اللي هو ودي ممكن نستخدمها زي ما هي قدامنا كده او استخدمها كده او كده. وهيجي بعد كده هنا ايه? فعل في المصدر. واتكمل جملة اخا عادي. اللي هي الجملة التانية. طيب. الكلام ده عاوزين عليه مسال عشان يوضح اكتر. وقبل ما نشوف المسال احنا محتاجين بس عشان الناس اللي مش عارفة يعني اصلا مضارع بسيط. الفعل في المضارع البسيط هنا بيكون جاي اما صيغة مصدر زي يا اما مضاف له اس او اي اس او اي اس. زي مسلا طيب. امتى الفعل يكون مضاف له اس وامتى يجي في المصدر? حسب الفعل بتاعك. فلو الفعل بتاع الجملة هنا عبارة عن ضمائر الاي او يو او دي او وي او اسم ايه? جمع. في الحالة دي يا ولاد هيبقى الفعل بتاع الجملة دوت اللي هو المضارع ده هيبقى في صيغة مصدر. معلوش اي حاجة خالص. ولو احنا بننفي هنكون فين الجملة بدونت والمصدر. جميل? ده لو كان الفعل اللي بعد او او اف حاجة من الضمائر ديت يبقى فعل المضارع البسيط بتاعك هيبقى في صيغة مصدر يا اما من في بدونت ومصدر. طيب لو الفعل بتاعي عبارة عن ضمائر مفرد اللي هي ايه او شي او ات وانا طبعا هيبقى الحاجات ديت هتبقى يعني حرف مش جابته عشان هتبقى في نص الكلام. وبعد كده مفرد. لو الفعل بتاعي بتاع الجملة اللي بعد اف او 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 حاجة من الحاجات ديت. الفعل بتاع الجملة او الفعل المضارع البسيط ده هيبقى فعل بيه الشكل دولت هيبقى مضاف له ايه? هيبقى الفعل مضاف له اس او اي اس او اي اس. ولو منفي هيبقى منفي بايه? بالمصدر. الكلام ده مهم جدا لازم انت بعرفه. ده بالنسبة لشكل الفعل المضارع عشان لو انت عندك مسلا ايه اا عدم علمي بيه يعني وكده. طيب بتاعي كان شو المسال اللي هيوضح الكلام ده? فبقول لك ايه? اف اي هاخد الفعل ده اف اي واستخدم فعل في المصدر اللي هو او 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 اي او 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 ا اه. في المضارع البسيط لانه جاي في صغط المصدر عشان الفعل هنا عبارة عن اي. لكن لو كان الفعل ده حاجة من الحاجات دي ازاي هي مسلا كنت قلتها كنت حطت لها ايه? ايه? ايه. اللي انا حسيت بالارهاق. يبقى الجملة الاولنية بيبقى زمانها مضارع البسيط. والجملة التانية بيبقى فيها والمصدر. هي دي الجزئية اللي بيجي اختبرك فيها في السؤال او في الجملة بتاعة في سؤال التصويب. بيجي اختبرك ياما في المضارع البسيط اللي هنا. ياما يختبرك في والمصدر. تمام? تمام. ده لو انا آآ هستخدم الفعل اللي هو ايه? ايه. طب بتاعك هنشوف مغير الفعل. نستخدم مسلا فعل مفرد. ساعتها هقولها ازاي? هقولك كده. اف. ماي فادر. هخلى هوات ماي فادر مفرد. فعل مفرد. اف ماي يعني لو والدي عاد مبكرا. رجع بادري. هنخرج. هنخرج بره. هنطلع بره. طيب لو جيت بصة على تكوين الجملة سين. هادي برضو قاعدة اف اللي قلت ممكن استبدلها بمين? بوان. يبقى كنت ممكن ابدأ الجملة بوان عادي واقول ايه? مفيش مشكلة. هنا حطيت اس للفعل ليه? هتقول لي عشان الفعل ده هو مفرد. يبقى في حالة ان يكون هنا الفعل عبارة عن هي وشي وقت او اسمه مفرد. يبقى الفعل اللي بعده بيكون مضاف له اس. ولو انت بتنفي هتنفي الجملة ديت والمصدر اهو. نقولنا المجموعة دي بتتنفي اما بستخدم فعله في المصدر اما لو هتستخدم الجملة منفية خليها دونت ومصدر. والجملة ديت مع هي وشي وقت والاسم مفرد. بيجي بعدها الفعل قلنا في اس لاما هتستخدمها منفية بي دازنت والمصدر. كنت ساعت اقول ماي فادر دازنت. طيب نكمل. يبقى الجملة التانية زي ما قلنا بستخدم فيها والمصدر. او ممكن استخدم النفي بتاع لو انا عاوز اعبر عن شيء لن يحدث. في المستقبل يبقى استخدمي والمصدر. طيب. قلتني ان الروابط دي ممكن اجيبها في اول الجملة. اللي هي اف او ان. لها مكان تاني اه طبعا ممكن احطها في وسط الجملتين. بمعنى ان احنا هنشيل الجملة التانية ده هي. اللي هي فيها ونحطها فين? في الاول. وحط اف او ان في وسط الجملتين. ويبقوا بدقين بحروف عادي. وساعتها مش هحتاج للكمه في كبه. في اي حاجة. تعال كده نشوف التكوين ونشوف مثال. اهو. يعني مسلا احطها في الاول. يبقى اولاد هنا. هبدأ بالسوبجيكت. بعد كده او النفي بتاعها اللي هو ايه? وبعد كده مصدر الفعل وبكمل الجملة الاولانية. هنا بقى هحط ايه? ايه فهيت? او البديل بتاعها ون. وبعد كده السوبجيكت. وبعد كده قلنا فعل. بزمن المضارع البسيط. وبكمل عادي. طيب. طيب عليك نشوف مسلا ازاي اخلي الجملة الاولانية ديه بالطرق اللي تحت. ابدأ قلنا بالجملة الايه? اللي فوق. فاحلع ازاي? اقولها مسلا اي. انا هاخد راحة كده. امتى الكلام ده? اه. اي فيل طيب اذا شعرته بالارهاق لو حسب بالارهاق يبقى تحطها في الاول تحطها في النص المهم ان انت تبقى عارف ان الجملة اللي بعد اف او ون على طول زمانها مضارع بسيط الجملة بقى التانية سواء كانت في الاخر كانت في الاول هي دي اللي بيكون زمانها مستقبل ويكون فيها والمصدر او والمصدر طيب تعالى كده احنا شفناه في الجملة المثبتة والمنفية تعالى كده نشوفها في السؤال بقى سواء بقى السؤال اللي بيكون بمعنى هل او السؤال اللي بادئ بكلمة استفهام. يلا بيناه. هناخدها الاول كده في السؤال اللي بيدي بيدي معنى هل. طيب تكونها بيبقى عامل ازاي? في الحالة ديت انا احط في الاول. بدلا ما كنت بحط الفاعل وبعدين ده ده تكون جملة. لكن هنا في السؤال احنا هنحط ايه? ولي الاول. وبعد كده السابجكة الفعل. وبعد كده المصدر. طبعا هنا بيبقى معنى هل سوف? بيبقى معنى كده. وبعد كده طبعا ايه? بتكمل الجملة الاولية وبحط ايه? في النصة هيت او بدلها اللي هو ون. والجملة بطل اللي بعد اف او ون زمانها سابت. مدارع بسيط. مدارع بسيط. وبأكل تاني على الحيطة ديت عشان متستخدمش بعدها فعل ماضي. لان ابدا كده هتدخل في حالة مختلفة غير الحال الاولى. مدارع بسيط. وبعد كده بتكمل جميلتك. وتحط بقى اعلام في السلام لان ده طبعا ايه سؤال. ده عايقا نشوف مسال. لو هعمل مسلا مسال اقول لك ايه? اقول لك ايه? هل انت سوف تزورني? اف? يو. فانش. يعني تبقى تزورني لو انت خلص الباجل بتاعك. دي معنى السؤال. سؤال سهل جدا. طيب. تعالك هنشوف تكونوا واحدة واحدة. احنا بدأت هنا اللي معناها هل سوف. وجبت بعدها اللي هو يو. وجبت هنا الفعل في المصدر. ليه? عشان الفعل هنا هيبقى مصدر عطول عشان مين? وبعد كده الرابط هوت اللي هو اف. والجملة اللي بعدها زمانها مضارعة بسيط. اللي هو ليه خليته عشان الفعل هنا يو. لكن لو كان الفعل هنا زي ما قلت لك ايه او شي او ات. فالفعل بعده بيكون من ضغط له ايه اس او ايه اس. تمام كده? تمام. طيب السؤال التاني. النوع التاني من السؤال اللي هو بيكون بادئ بكلمة من كلمات استفهام. في الحالة دي هؤلاء بيبقى تكوينها على النحو التالي. انا ببدأ الاول بيه كلمة الاستفهام. سواء كانت بقى وط او اي حاجة تانية. فاول حاجة هي كلمة استفهام او اداة استفهام. بعد كده نفس التكوين اللي فوق ده تاني. او. فعل في المصدر. بتكمل الجملة الاولى. وبعد كده اف او ون. وبعد كده الجملة اللي بعد اف قلنا زمانها ثابت اللي هو مضارع بسيط. وبعد كده تكمل الجملة وتحط ايه? عنا انت نسان لان انت طبعا قلنا ايه سؤال. تعال ايه نشوف. اقول لك ايه? what will he do. يعني ماذا هو سوف يفعل. if he has much money. لو مع فلوس كتير. واحدة واحدة. كلمة الاستفهام. وادول واللي هختبرك فيها هختبرك فيها الفعل في المصدر هنا. ان انا هستعد المصدر عشان ايه هو ماذا هو سوف يفعل? ادي الرابط اللي انا ممكن اعوضه بمين? بي ون. وبعد كده الجملة التانية قلت اللي بعد اف او ون زمانها ثابت مضارع بسيط. سواء بقى في المثبتة في الجملة المنفية في السؤال الجملة اللي بعد اف مضارع بسيط. المضارع بسيط هنا من الفعل اللي هو لديه او يمتلك بيبقى هاذ او هاذ. ولكن عشان الفعل هي فهي بيجي بعدها هاذ. ويبقى بعنا السؤال ازا ملتي لك ما ازا سوف يفعل? ازا لديه كثير من المال. ده بالنسبة لكل حاجة تخص قاعدة F اللي هي الحلقونة الاولى. تعالى بقى ننتقل على الدرس التاني اللي هو بيتكلم على الافعال اللي بيجي بعدها. المصدر والافعال اللي بيجي بعدها الفعل في اي ان جي. وبأكد ما تنساش تتفعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجانا في قناتنا وتفعل زر الجرس. طبعا بينا كده نشوف البارت التاني من الفيديو. طبعا بعد دلوقتي نشوف مجموعة الافعال اللي قلنا عليها بيجي بعدها تول مصدر او اللي بيجي بعدها الفعل في اي ان جي. طبعا بالنسبة لك ممكن تشوف ان مجموعة الافعال دي كتيرة وهحفظها ازاي فانا بطمينك. هم مجموعة محددة اللي بتيجي كتير في الامتحانات وبتتكرر في الاسئلة. وبالتالي مع مع الحل مع حل الاسئلة. تمام? هتعرف تحفظ كويس وتعرف تفرق ما بينهم ما بين اللي بيجي كده واللي بيجي كده. هناخد الاول المجموعة الاولى اللي هي بيجي بعدها اه تو المصدر. واحدة واحدة كده عندنا معناها يتطفق او يوافق. وعندنا يعني يقرر يعني يعني يريد يعني يحتاج يعني يقمر او يطلب. وعندنا يعني يختار يعني يسمح يعني يأمل يعني ينوي يعني يعني يتعلم اللي معناها يشجع. كل ده زي ما انت شاف كده بيجي بعده تو المصدر. طب تعالى للي تحت بقى. عندنا الفيرب اللي هو يحب ويحب ويفضل. دول بيجي بعدهم تو المصدر لما يكون جاء قبلهم يعني لو جاء في الجملة قبلهم مش هقدر استردم بعدهم الا تو المصدر بس. تمام? تاخد بالك او من الجزئة دي جاء قبلهم سواء كانت كاملة الكلمة او اختصارها كده. يبقى ما قدامك شكل حل واحد انت يجيب بعدهم تو المصدر. طيب تعالى نشوف الامثلة قبل انتقل على المجموعة تاني. يعني مثلا ممكن نجيباني في الامتحان ازاي? ممكن يقول لك دوت. اه مثلا my brother اخويا allow allows me وعد كده يجيب لي هنا نقط والكلمة اللي انا هعدلها مثلا اللي هي using بالمنظر ده كده. using مثلا his computer. عاوز اقول ان اخويا بيسمح لي استخدم الكمبيوتر بتاعه. فلما يجيبها لي بالمنظر ده كده انا هركز على الفعل اللي هو قدامي اللي هو allow. يعني اسمح. allow هنا من الافعال اللي بيجي بعدها to المصدر. يبقى انا هاجي هنا. واخلي الفعل دهوت اللي هو using. اخليه to المصدر. يبقى بالتالت تصح يا بقى اولاد. to use. تمام? بقول لك زي ما قلت لك كده مع كتر الحل. هتعرف ايه الافعال اللي بتكرر بشكل مستمر. طيب تعالى كده للمجموعة التانية هي مجموعة من الافعال اللي بتتبع بفعل في على طول. زي مسلا يتجنب معناها يحافظ او يبقي وعندنا يعني يستمتع يعني ينهي وده بيكارك كتير اوه في الانتحانات هو كتير جدا يعني يقترح طبعا عارفينها من زمان اول لما بيجي بعدها فعل اخر بيضاف له زي مسلا بتقول المعناها يقضي معناها يروسي او يرشح معناه هنا يمانع يعني يتخيل الافعال دي بتتبع بفعل في زي مسلا في المسال ده ممكن مسلا يجي في الامتحان برضو في سؤال يقول لي اي سجستد يجيب اللي بعد كده هنا ده انا اقترحت زيارة الاهرامات هبص على اللي هو ده فعل من اللي بيجي بعده فعل في اين جي وبالتالي هخلي دوت ايه من منظر ده كده. طيب ده جميل برضه وسهل جدا. كل ما في الموضوع التلك مع كتر الحل هتلاقي الموضوع سهل جدا وتعرف تفرق مبينهم. وده اللي يهمك على فكرة. لكن الجزء اللي انا هوضحه لك دلوقتي ده ده مش مهم اوى عندك ومش بيجي كتير اوى في المتحالات. هو ده اللي بيجي عليها او بيجي بيجي الاسئلة عليه في المتحال. طب تعالى بقى ليه الجزء ده هقوله لك بسرعة قبل ما انتقل بقى على اخر جزء واخر شرح معنا وهو شرح الروابط. ايه اللي قدامنا ده بقى? اللي قدامنا ده بقولي في بعض الافعال بيجي بعدها الاتنين. يعني في افعال بيجي بعدها الفعل في اون شيء وفي افعال وبيجي برضو بعدها تول مصر. بيجي بعدها ده وبيجي بعدها ده عادي. وفي افعال لما بيجي بعدها الاتنين ما بيكونش في اختلاف تستخدم ليه استخدم ليه؟ لاتنين نفسي المعنى الضبط. وفي افعال لما بتستخدم بعدها فعل في غير لما تستخدم بعدها المصدر. ببدل معنى ودي المعنى. تعال كده نشوفهم الاول. الاول كده الافعال اللي بيجي بعدها المصدر او فعل بدون اختلاف المعنى. مفيش اي اختلاف خلص المعنى. اللي هم مين? يعني يقرأ يفضل يعني يبدأ يعني يستمر. الافعال ديت بيجي بعدها الحالتين. بيجي بعدهم ومصدر وبيجي بعدهم طيب هل بيبقى في اختلاف في المعنى? لا ما فيش اي اختلاف في المعنى خلص. زي مثلا هكتب لك وهتلاقي ان المعنى بتاعهم واحد. زي كده. لما قولك مثلا هي هي اياها لو انا قلتها يبقى هنا انا جبت بعدها مصدر واللي تحت جبنا بعدها فعل في ولكن مفيش اي اختلاف خالص في المعنى. الاتنين معناهم واحد. الاتنين زي بعض بالزبط. طيب الافعال اللي تحت دي بقى اللي هي يتوقف او يوقف وهي عندنا اللي هي يتذكر وعندنا ينسى. الافعال دي بقى بيجي بردو بعدها الاتنين. بيجي بعدها تكون مصدر او فعل في ولكن في اختلاف في المعنى. اي بقى في اختلاف في المعنى بين الجميتين. تعالى هديك مثلا مثال على الكلام ده بقولك مش ضروري قوي. تفاهم? ده للمعرفة. لكن المهم هو الحالتين دول. هديك مثال على ونشوف اين الفرق ما بين. لما بيجي بعدها تكون مصدر ولما يجي بعدها فعل في اي ان جي. اقول مثلا هي طبعا هنا اللي هو الفعل تكون مصدر اللي هو تكون مصدر اللي هو تكون مصدر اللي هو معناه التدخين. تعاليك هنشوف الفرق. الفرق هنا ان انت لما بتستخدم بعد مثلا المصدر بيبقى معناها يتوقف لفعل شيء. يبقى هو هنا في الجملة الاوليانية دي يا ولاد بتدي معنا ان هو ايه توقف لفعل شيء ما. هو هنا معناه ان هو مسلا كان سائل عربية ويوقف العربية عشان يعمل المكالمة او يرد على المكالمة وبعد كده هيكمل طريقة عادية. يبقى هنا توقف لكي يفعل شيء ما. تمام? فهمنا كده? يبقى هنا توقف لفعل شيء. لكن الجملة اللي تحت دي معناها توقف نهائيا عن فعل شيء. او امتنع. يعني خلاص ما بقاش بيعمل حاجة خالص. زي مسلا مساكة وقولك هو هنا معناه اقلع وامتنع تماما وتوقف تماما عن التدخين. يبقى اللي فوق. يبقى معناها توقف لفعل شيء. لكن لتحت معناها توقف نهائيا عن فعل شيء. هل كده في اختلاف في المعنى? اه طبعا في اختلاف في المعنى. يبقى احنا هنا فهمنا ان مع الافعال التلاتة دول بيبقى في اختلاف في المعنى لما بجيب فعل في اي او لما جيب طول مصدر. بقى في اختلاف. لكن المجموعة اللي فوق دول تجيب بعدها طول مصدر. تجريب لبعدها فعل في اي الجميتين بيكونوا زي بعض في نفس المعنى. مفيش اي اختلاف في المعنى بخالص. ده بالنسبة ليه الدرس ده. كده ما تبقي معنا الدرس الايه الرابط. تعال او كده نبص عليه الله عشان في اخر الفيديو نحل مجموعة مهمة جدا من الاسئلة اللي جات في الامتحانات السنة اللي فاتت. يلا بينا. هلو بعد دلوقتي هنشوف مع بعض مجموعة الرابط اللي عندنا في الجزء الاخير من يونت ايت. وبعدها بإذنها نحل مع بعض الاسئلة المهمة جدا اللي جات على الشرح ده في امتحانات العام الماضي. تعال كده نركز الاول على النوع الاول من الرابط وهي روابط السبب. الرابط اللي بتدينا السبب. عندنا نوعين. حاجة اسمها وحاجة تانية اسمها. تعال كده نشوف الفرق ما بينهم. امتا استخدم دي امتا استخدم دي. باستخدم هنا في وسط الجملتين. بتيجي في وسط الجملتين. زي هنا لما بقول طبعا بيجي قبلها جملة وبعدها جملة. والجملة ديت يعني ايه? يعني الجملة تبقى اولها فاعل وفاعل ومفعول. جملة كاملة. طبعا معناها لان. يعني جدي ذهب الى المستشفى. ليه? ايه السبب? شوفها استخدم بقى ايه? عشان تديني السبب. لانه كان ايه? كان مريضا. يبا هنا لما استخدمت هنا ما حطتش بقى قبلها لمقطة لبعدها كاما ولا الكاملة. هي بستخدمها في وسط الجملتين. تمام? طيب دي بالنسبة ليه? ليه? طبعا ممكن نشوفها اوقات بيجي بعدها اف. لو جي بعدها اف. في الحالة ديت بجيب بعد اف يا اما فعل في اي ان جي يا اما اسم. خلاص? لكن ما جيبش بعدها فاعل. ما جيبش بعدها جملة كاملة. طب في الحالة دي مسلا هنعملها الزيرة ومن دي مش عندك في الدرس. اولا كده. جدي ذهب الى المستشفى. واللي بتدي معنا هنا بسبب. بسبب مرضه. يبقى انا كده جبت بعد. اللي هي عبارة عن اسم. اوكي? طيب نكمل. يبقى اول حاجة عندنا روابط السبب. بتجي فوسط الجملتين. عشان يجي بعدها السبب وتدي معنا الان. عندنا بحاجة تانية اسمها. يعني هذا بسبب. هذا بسبب. برضو زيها زي اللي فوق بيجي بعدها جملة. اوكي? ولكن ولكن الاختلاف ما بينها وما بين اللي دي بيجي قبلها اولاد ايه? يعني بكتب الجملة الاولانية. وحط بعد الجملة الاولانية نقطة. الجملة بتكون خلاص انتهت تماما. وببدأ هنا بقى بي this is because الجملة الجديدة. وطبيعي بتبقى بدقة بي تي كابيتل لانها جاية اول الجملة. تاخد بالاك من النقاط الازادية. my grandpa went to the hospital. وختمت الجملة وقفلتها خالص بالنقطة. يبقى جدي ذهب الى المستشفى. this is because هذا بسبب. this is because he was sick. هذا بسبب انه كان مريضا. ده بالنسبة روابط السبب. في حاجة بقى تانية اسمها روابط الايه? النتيجة. روابط النتيجة عكس دي. يعني الروابط دي بيجي بعدها السبب وقبلها النتيجة. دي بقى العكس. دي بقى بيجي بعدها النتيجة. زي مين? اللي هي that's why. ربما في روابط تانية بيجي بعدها النتيجة زي saw ولكن دي مش عندك برضو. خلينا في اللي قدامنا ديت اللي هي ايه? that's why. ممكن استخدامها كده. that's او that is. فما فيش برضو اختلاف. بتيجي برضو في بداية الجملة الجديدة. زيها زي this is because. يعني بيجي قبلها النقطة. وبتيجي هي مع بداية الجملة الجديدة. وزي ما انت شاف كده بيكون اولة طبعا هي capital. my grandpa was sick. هنا بقى انا عكستها. انا كنت بقول ان جدي ذهب الى المستشفى لانه كان مريض. لكن هنا انا بقول ان جدي كان مريضا. my grandpa was sick. جبت السبب هنا. ايه النتيجة اللي حصلت لي كده لما هو كان مريض. ايه هو ذهب للمستشفى. عشان كده استخدمت ايه? that's why اللي معناها لهذا السبب. يعني معناها لهذا السبب. ايه. that's why لهذا السبب. he went to the hospital. ذهب الى المستشفى. لو تاخد بالك كده احنا. لما كتبنا الجملة اولينا حطينا النقطة. وهبدأ الجملة الجديدة بمين? that's why. عشان يبقى فيه اختلاف ما بينها ما بين اللي بتيجي كأداة رابط بين الجملة بدون مقطة ولا ايه حاجة? طيب. تعال نشوف اخر نوع من الرابط اللي هي رابط اللي ايه? التناقض بقى. بتربط الرابط دي ما بين جملة بينهم تناقض. طبعا في رابط تاني غير دول. عندنا وعندنا ولكن دي برضو مش عليك في الدرسة هنا. عندنا نوعين اهوت اللي هي او كلمتين اللي هي. however however. وحاجة انا اسمها never the less. never the less. اللي اتنين معناهم ومع ذلك. اللي اتنين زي بعض بالزبط. طيب. فكرتهم ايه بقى? بيجوا مع بداية الجملة الجديدة. يعني معنا كده الجملة اللي قبلهم بتكون خلصت وبتحط قبلهم ايه? قبلهم نقطة. وبعد however وبعد never the less بتحط بعدهم الايه? القمة. زي ما انت شاه كده. وبعد القمة بتحط بعدها الجملة بقى كلها. تعالك انا نشوف المسال اللي هيوضح. my father was busy. والدي كان مشغول. والجملة خلصت خلاص وحطت الايه? الفرص طباهيات المقطة. my father was busy. والدي كان مشغول. في الجملة التانية بقولك بقى however or never the less. ومع ذلك وبعدهم الايه? القمة. ومع ذلك he helped me with my homework. ومع ذلك ساعدني في الوجب بتاعي. يبقى فيه هنا تنقض. هو كان مشغول. ومع ذلك ساعدني فين في الوجب. يبقى فيه هنا ايه? زي ما قلنا تنقض. ده بالنسبة ليه الرقابط. وكده خلصنا شرح كل الخاصة بي او الخاص بيونت ايت. يبقى الوقت المهم جدا لحل اهم الاسئلة اللي جات فيه امتحانات الاعوام او السنة اللي فاتت من المحافظات على شرح النهاردة. فتابعنا الاخر عشان تشوف كده تقدر تحلي كم سؤال من الاسئلة بشكل صحيح. تعالوا بقى دلوقتي هنحل مع بعض العشر اسئلة المهمين جدا اللي كلهم يجون فيه امتحانات العام الماضي من المحافظات. وبالتالي معرض جدا اللي هم يجو لك فيه الامتحان في اخر العام. تعالوا كده نشوف اول سؤال. اول سؤال كده بيقولينا هنا يعني احنا بنخطط وبعد كده نحنا نقضي العطلة الاسبوع في القرية بتاعتنا. هتجي تبص بقى على اللي هو فهنا بتتبع بايه? بيجي بعدها والمصدر يبقى بالتالي يخليها والفعل ده من اكتر الافعال اللي بتيجي فيه الامتحان على الشرح بتاع الفعل اللي في اونجي او والمصدر. طيب بعد كده هنا بقولي وجاب هنا يعني استخدام الطاقة المتجددة النظيفة. يبقى انها محتاجين نستخدم. وهنا نيد عاملة زي كده بيجي برضو بعدها المصدر. يبقى ورجع الفعل الايه? لمصدره. الفعل من ضمن الافعال اللي بتتبع بالفعل اللي فيه يبقى بالتاليها خليها طيب. يبقى يجب ان احنا نستمر او نحافظ على بناء مدارس ايه? آآ جديدة. طيب بعد كده هنا students should avoid. وكلمة avoid اللي يعني معناها يتجنب برضو من ضمن الافعال اللي بتتبع بالايه? بالجيرند. اللي نستمرار يعني. يعني بالتالي هنا احط للفعل هنا ايه? ing. يبقى students هنا ايه? آآ should avoid making noise in the class. يعني بقولي هنا ان الطلاب آآ يجب ان يتجنبوا عمل ضوضاء في الفصل. نيجي بعد كده قاعدة F. قلنا قاعدة F عندنا الجملة اللي بعدها بتبقى مضارع بسيط اللي هي الحالة الاولى. الجملة الاولانية اللي بعدها بتبقى مضارع بسيط والجملة التانية بقى فيها والمصدر. طبعا انت عندك حالات F هتاخدها بعد كده. فانت بتحدد رقم الحالة من خلال الجملة الكاملة. لما تلاقي في الجملة وال والمصدر يبقى دي حالة اولى. في الحالة الاولى الجملة اللي بعد F بتبقى زمانها مضارع بسيط. طيب. هنا اوسع الفعل عشان اشوف الفعل ده يبقى مصدر زي ما اتفقنا ولا عليه? ياس. طبعا هنا ات بيجي بعدها الفعل فين? وضاف له اس. مع هيو شو ات بيضاف له اس. يبقى لو الجو مطر بغزارة. انا استخدم الشمسيات. لو انا عندي مزيد من الوقت. شو بقى في الجملة التانية. طبعا برضو هنا بحدد رقم الحالة. حالة اه الحالة بتاع قعد F من خلال الجملة المكتملة. الجملة الكاملة هنا اللي هي دي. وبص على الفعل هنا. لقيته مضارع بسيط. يبقى في الجملة التانية هستخدم ويل والمصدر. او النفي بتاعها. طب انا هستخدم ويل ولا وونت. هنشوف. بل لي لو انا عندي وقت كتير. اكيد اعاوز يقول سوف اقرأ المزيد من الكتب. يبقى هنا الجملة ده هتبقى مثبتة. يبقى ولا ايه? will read. if he not study. well he won't get high marks. لن يحصل على درجات ايه? عالية. ده برضو حالة اولى عرفت من الجملة التانية. يبقى هنا هاجة استخدم مضارع بسيط. بس هو عاوزنا استخدم مضارع بسيط ايه? منفي. يعني عاوزني الفيرب study. والنفي في المضارع بسيط ده ما قلنا بيبقى بدونت ودوزنت حسب الفعل. الفعل بتاعه هنا هي بيتنفي بدوزنت. وطبعا دونت ودوزنت بيجي بعدها المصدر يبقى سيب study زي ما هي. يبقى doesn't study. لو لم يزاكر بشكل جيد. ادل ران فاست. ممكن اقولها فاست او فاست. وبعده كان من دينه رابط اللي هي السوق اللي معناها لذلك. he was late for school. عاوزولي هنا? هو كان متأخر على المدرسة. يبقى هو كان بيجري بسرعة او جري بسرعة لانه لانه كان متأخر على مدرسة. يبقى ده سبب. ده سبب كان بيخليه يجري. واللي بيجي بعدها السبب هي كلمة ايه? because because he studied hard for the exam. هو زاكر بجد الامتحان. وفي هنا نقطة. في الجملة التانية يقولي he got low marks. جاب درجات منخفضة. ايه ده? ده في هنا ايه? تناقض. هو ازاي زاكر بجد للمتحان? ومع ذلك كمان هنا جاب ايه? الدرجات وحشة? او الدرجات ايه منخفضة? يبقى في هنا التناقض. التناقض عندك بستخدم فيه على اي واحدة فيه. لان هنا بتكون بدقة بدء بها الجملة الجديدة وجاء بعدها كما يبقى واحدة من الاتنين هتبقى صح. فخينا مسلا نستخدم على ايه? وبتدي معنى ومع ذلك حصل على درجات ايه منخفضة. اتفقنا ان كمان عندنا التلات افعال دول لو جي قبلهم في الحالة دي ما تقدرش تستخدم بعدهم الا والمصدر. يبقى بالتالي هنا هاجي واستخدم ايه؟ يبقى وبكده ما اكون وصلت معاك لنهاية فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتم منه. ضرورة بقى جدا ما تنسوش تتفعلوا مع الفيديو باللايك والتعليق والاشتراك المجاني في قناتنا وتفعل زر الجرس. ولو عندك استفسار عن اي شيء على بتاعليق لاني برد عليك على طول. وعملوش الكتير اللي كان رطع على الفيسبوك عشان توصلونا مزيد من الطلبة. وشوفكم دايما على خير في قادم الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.